صلى الله وقاتكم مشاهدين هذه نشاتنا من العاصمة أهلا وسهلا بكم أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الوليات المتحدة تدرك أن محكمة العدل الدولية تلعب دورا حيويا في التسوية السلمية للنزاعات المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن اسمه قال أن واشنطن أوضحت باستمرار أن إسرائيل يجب أن تتخذ جميع الخطوات الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والتصدي للخطابات اللا إنسانية وأشار إلى أن حكم المحكمة يتفق أيضا مع وجهة النظر الأمريكية بأن لإسرائيل الحق في اتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار الهجمات الإرهابية التي وقعت في السابع من أكتوبر الماضي وعاد المتحدث تأكيد موقف واشنطن بأن عدم صحة المزاعم بشأن حدوث إبادة جماعية هو ما توصلت إليه المحكمة من خلال عدم الدعوة لوقف إطلاق النار هذا وكانت محكمة العدل الدولية قد قضت بعدم إسقاط قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بسبب هجومها العسكري في غزة وذلك في إطار قرار أولي في هذا الشأن أمرتها باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية وقالت المحكمة أن هذا الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل وأشددت على أن جميع الأطراف في قطاع غزة ملزمة باحترام القانون الدولي ترى المحكمة أن على إسرائيل وفقاً لالتزاماتها بمجب اتفاقية الإبادة الجماعية أن تتخذ جميع التدابير لمنع ارتكاب أي أفعال تنص عليها مواد اتفاقية الإبادة فيما يتعلق بالتسبب في القتل أو إلحاق أذى جسدي أو عقل خطير لمواطن قطاع غزة أو فرض ظروف معيشية تهدف إلى تدمير الجماعة كلياً أو جزئياً أو فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل الجماعة وتذكر المحكمة بأن هذه الأفعال تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية عندما ترتكب بقصد تدمير الجماعة في حد ذاتها كلياً أو جزئياً وترى المحكمة كذلك أنه يجب على إسرائيل أن تضمن على الفور عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلى وترى المحكمة أيضاً أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ التدابير في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة التحريد المباشر والعلاني على ارتكاب الإبادة الجماعية ذو أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أن بلاده ملتزمة بالقانون الدولي وكذلك بحقها في الدفاع عن النفس وفي رده على قرار محكمة العدل الدولية نوها نتنياهو بأن هذا الحق بقي مصاناً في هذه المحكمة واعتبرت أوساط إسرائيلية أن عدم إصدار المحكمة قراراً بوقف إطلاق النار إنجاز مهم لإسرائيل إسرائيل ملتزمة بالقانون الدولي وبالدفاع عن نفسها في الوقت ذاته هكذا ردت الحكومة الإسرائيلية على قرار محكمة العدل الدولية معتبرة أن تهمة ارتكابها الإبادة الجماعية كاذبة وشنيعة التزام إسرائيل بالقانون الدولي لا لبس فيه وبنفس قدر التزامنا بمواصلة الدفاع عن بلدنا والدفاع عن شعبنا ومثل أي دولة أخرى لدى إسرائيل حق في الدفاع عن نفسها إن المحاولة الدنيئة لحرمان إسرائيل من هذا الحق الأساسي تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية وقد تم رفضها بحق إن تهمة الإبادة الجماعية الموجعة ضد إسرائيل ليست كاذبة في حسب بل هي شنيعة في الوقت نفسه يسود الشارع الإسرائيلي ارتياحه النسبي فكما قال نتنياهو لم ينتز حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وهو ما تمثل في عدم إصدار قرار بوقف الحرب والاكتفاء باتخاذ تدابير وقائية وإرسال التقارير للمؤسسات الدولية كانت هناك خيبة أمل بالنسبة لموقف المحكمة ولكن لم يصدر أي قرار فعلي كل القرارات كل الأوامر هي أوامر يجب أن إسرائيل تعترف وتقوم بتعهدات صحيح إسرائيل هي تقوم بكل احترام القوانين الدولية حسب تفسير إسرائيل انتقاد إسرائيل لمحكمة العدل الدولية لم يحل دون استخلاص العبار فهي الحكومة توصي وزراءها بتوخي الحذر حين الإدلاي بتصريحات تخص الحرب تصريحات تضمنت تحريضا وكرهية استندت إلهي القضية المرفوعة لدى محكمة العدل الدولية إسرائيل غاضبة لكنها ليست مصدومة فهذه المحكمة جزء من الأمم المتحدة التي لا طالما اتهمتها إسرائيل بالانحياز واتخاذ قرارات ضدها يفوق عددها تلك المتخذة بحق مجموعة كاملة من الدول متهمة بانتهاك القانون الدولي بشر صغير الحرة القدس جاته قال رئيس الوزراء في سلطة فلسطينية محمد اشتي أنه كان يأمل أن يتضمن قرار محكمة العدل الدولية وفقا أو وقفا فوريا لإطلاق النار في قطاع غزة اعتبر اشتي أن عدم رد المحكمة للدعوة المرفوعة أمامها من قبل دولة جنوب إفريقيا ينطوي على درجة عالية من الأهمية لأنه يضع إسرائيل في قفص الاتهام للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية أمال كثيرة علقها الفلسطينيون على قرار محكمة العدل الدولية بالدعوة المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وبعد متابعة حثيثة من المسؤولين الفلسطينيين لحيثيات القرار وتلاوة نصوصه رحبت الخارجية الفلسطينية على لسان وزيرها بالتدابير المؤقتة التي طالبت المحكمة بها إسرائيل وترحب فلسطين بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية اليوم وقام قضاة محكمة العدل الدولية بتقييم الوقائع والقانون لقد حكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي ونحن ندعو جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة بما في ذلك إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال وهذا التزام قانوني ملزن ومع استمرار الحرب وارتفاع أعداد الضحايا في قطاع غزة وصف بعض الفلسطينيين قرار المحكمة المخيب للأمال نظرا لعدم اتخاذه أي قرار بوقف إطلاق النار فيما اعتبر محامون فلسطينيون أن مهلة الشهر الممنوحة لإسرائيل لن تكون ضامنة لعدم المساسب المدنيين يعني جيد مقدر يكون خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح ولكن غير كافي لوقف الإبادة التي تجري في غزة الآن ونحن كنا نتوقع من المحكمة أن تكون أكثر سلامة وأكثر وضوحا لإصدار أمر واضح لا لبس فيه لوقف إطلاق النار ووقف العمليات التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة ولكن هذا لم يحدث وهذا مخيب للأمال كيف نستطيع أن نبرهن أو نثبت أن إسرائيل لم ترتكب إبادة جماعية في خلال هذا الشهر إذا قتلت عشر أفراد أو خلال حملاتها العسكرية ما في مشكلة إن استمرار الحملة العسكرية بدون مراقبة وإنه تبعت للمحكمة خلال شهر بوقف الاعتداءات بالإبادة الجماعية وبين الترحيب الرسمي والخيبة الشعبية أجمع الطرفان على أهمية الدور الذي قامت به جنوب أفريقيا آملين في أن يكون مقدمة لدور دولي أكبر في إسدال ستار الحرب بعد انتهاء فصل قضائي في محكمة العدل الدولية قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن على العالم أن يجبر إسرائيل على وقف الحرب في العراض الفلسطينية فورا لأن ذلك السبيل الوحيد لوقف القتل والتدمير والتهجير تروت تقرأ الحرة رام الله معنا من ميزوري فونسو سيشاس نونيس محامي في جرائم الحرب الدولية وأستاذ القانون في جامعة سانت لويس أهلا بك معي أستاذ نونيس كيف تقيم قرار محكمة العدل الدولية وهل تراها منحازة كما رأىها سابقا نتنياهو قبل بدء جلسة الاستماع أساسا مساء الخير وشكرا لاستضافتي أولا أعتقد أنه كان متوقعا رد الفعل هذا من المحكمة وأيضا كان متوقع ردود الفعل المخففة إسرائيل تحاول القول أن القرار كان جيدا لأنه أعطى إسرائيل حق الدفاع عن نفسها والفلسطينيون أصيبوا بخيبة أمل لأن المحكمة لم تعلن عن وقف لإطلاق النار كيف نرى هذا القرار؟ أولا كان هذا مفاجئا أن المحكمة لم تطلب وقف لإطلاق النار لأن المحكمة ربما تعترف بحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها ضد الهجوم الإرهابي ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يقرأ قرار المحكمة بشكل صحيح لأن المحكمة تدرك وتقر بأن ما قالته جنوب إفريقيا والقلق بشأن جريمة محتملة البيئة الإبادة كان قرارا صائبا أو له أساس يستند عليه المحكمة تحكم على أساس القضية لأن المحكمة تحتاج أن تحصل على أدلة أنه كانت هناك نوايا إبادة لدى إسرائيل وهذا ليس من السهل إثباته أعتقد أن الطرفين لا ينظران إلى القرار كما ينبغي لأن هناك طبعا عناصر في القرار تبعث على القلق بالنسبة للطرفين وأيضا أمام المحكمة شهر أو أمام إسرائيل شهر لتقديم تقريرا إذن هناك شهر أمام المحكمة لاتخاذ قرار لماذا برأيك شهر؟ هذه فترة قصيرة وهذا يعني أن المحكمة قلقة بالنسبة لمستوى العنف وحقوق الإنسان في فلسطين وفي الواقع هذا يثير الاهتمام ورئيس الوزراء نتانياهو لم يشر إلى هذا وهو أن القاضي الذي عينته إسرائيل في المحكمة صوت مع المحكمة كي تسمح إسرائيل بدخول المواد الإنسانية إلى قطاع غزة إسرائيل لم تنظر على القرار وأمامها شهر لرفع تقرير إلى المحكمة بأن نظام قتل الفلسطينيين انتهى وأنه لا يوجد تحريض على جريمة الإبادة في الواقع الفقرة 52 من قرار المحكمة هذه الفقرة قاسية وصارمة في نقدها بشأن بعض التصريحات من أفراد الحكومة الإسرائيلية وأيضا إحدى التدابير هي أن على إسرائيل أن تفتح قطاع غزة أمام المساعدات الإنسانية حتى القاضي الذي عينته إسرائيل القاضي باراك صوت مع باقي المحكمة أن على إسرائيل أن توفر هذه المساعدات أو تسمح لها وأن تتوقف عن التحريض على جرائم الإبادة هذا عنصر من الحكومة ينتقد الأفعال الإسرائيلية طيب اسمح لي أن أعود نقطة موضوع وقف إطلاق النار المحكمة كما تفضلت وكما قرأنا وكما أعلنت المحكمة لم تطلب بوقف إطلاق النار ولكن بالأساس من بدأ هذه الحرب بدأت فتيلا من هجوم حماس على البلدات الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي حينما لا تطلب المحكمة وقف إطلاق النار هل يعطي ذلك أيضا الحق لحماس بأن تستمر في هذه المعركة بما أنه لإسرائيل فهم بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ألا يمكن أن يفهم أيضا أن عدم وقف إطلاق النار يعطي الضوء الأخضر لحماس في أن تستمر في هذه الحرب مع إسرائيل خاصة وأن هناك ضحايا من الطرفين أعتقد أن هناك مشكلتان هنا أولا النزاع بين حكومة إسرائيل وحماس وهناك مشكلة أخرى المحكمة تحاول أتطرق لها وهي لو إسرائيل بالطريقة التي تقوم بها بالعملية العسكرية تعرض للخطر بقاء ووجود شعب فلسطين وبالنسبة للمحكمة شعب فلسطين وحماس حقيقتان مختلفتان كلية صحيح بشكل غير مباشر المحكمة تقر بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد هجمات حماس ومع ذلك هناك نزاع مستمر بين حماس وإسرائيل ولكن المشكلة التي على المحكمة تطرق لها لو إسرائيل خلال دفاعها عن نفسها تتخذ إجراءات تؤدي إلى ارتكاب إبادة ليس ضد حماس وإنما شعب فلسطين هذه هي المحكمة التي على المحكمة تطرق إليها في قضية أوكرانيا ضد روسيا المحكمة طلبت وقف لإطلاق النار ووقف للعمليات العسكرية أنا رأيي الخاص كأكاديمي أن المحكمة ما كان يمكن أن تقول هذا في الحالة هادي كما كان أيضا بالنسبة لقضية جامبيا لأن الدولة ليس لها حق الدفاع عن نفسها ضد حماس ولكن المحكمة قالت أن قتل الفلسطينيين يجب أن يتوقف الآن وبالتالي المحكمة ليس أنها قالت أن العملية يجب أن تستمر لا المحكمة كانت واضحة أن العملية التي تتم حاليا يجب أن تتوقف طيب سؤالي الأخير مهلة أشار إن لم تستجب لها إسرائيل من خلال التقارير التي طلبت من المحكمة ما الذي قد يكون بعد ذلك هذه هي المشكلة الكبيرة سؤالك رائع لأن المحكمة ليس لها آلية تنفيذ لو إسرائيل تريد الامتثال لقرار المحكمة فننتظر ونرى كيف المجتمع الدولي أو ما هو رد فعل المجتمع الدولي وهذا من الصعب أن نتصوره أعتقد أن حقيقة أن الولايات المتحدة بدءا برئيسة المحكمة وهي أكاديمية أمريكية انتقد إسرائيل وطريقة قيام إسرائيل بالحرب وبالتالي الناحية الأخلاقية للقرار وكيف سينظر لإسرائيل في المجتمع الدولي إذا لم تمتثل بقرار المحكمة أعتقد أنه من منظور أخلاقي إسرائيل ستجد نفسها في موقف سيء وذلك لأن الموقف في الشرق الأوسط المحيط بإسرائيل ليس سهلا شكرا لك من ميزوريا فونسو سيشاس نوني اسم حامي في جرائم الحرب الدولية وأستاذ القانون في جامعة سانت لويس شكرا لك وليوقتك شكرا لك حادثات بشأن الرهائن في المنطقة وأضاف كيربي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول العديد من قضايا المنطقة نحن نواصل بذل كل ما في وسعنا لتسهيل صفقة رهائن أخرى مثل ما فعلنا في نوفمبر الماضي ونحن ننتظر عودة منصقنا لشؤون الشرق الأوسط بريت مكورك إلى العاصمة بعد سلسلة جيدة من النقاشات مع نظرائه في الشرق الأوسط والتي شملت بالطبع مسؤولين قطريين نحن متفائلون بالتقدم لكن علينا أن لا نتوقع أي تطورات وشيكة أنا بالتأكيد لن أخوض في تفاصيل المفاوضات ولن أتكهن بنتائجها لكن أؤكد أننا نبذل كل ما في وسعنا لإعادة الرهائن إلى ديارهم وعائلاتهم أفكارنا معهم ومع أحبائهم كما مع جميع الفلسطينيين الأبرياء الذين ما زالوا عالقين في هذه الحرب التي بدأتها حماس والسنوار في السابع من أكتوبر نعم قارر يلتقي مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز في الأيام المقبلة في باريس مسؤولين كبار من مصر وإسرائيل وقطر لمحاولة التواصل إلى اتفاق بشأن غزة وأكد مصدر الأمني من دولة مشاركة في المفاوضات لوكالة الصحافة الفرنسية معلومات أوردتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تفيد بأن الرئيس جو بايدن يعتزم في القريب العاجل إرسال بيرز إلى أوروبا لمحاولة التفاوض على إطلاق سراح رهائن محتجزين في قطاع غزة مقابل هدنة من شهرين بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني خلال اتصال هاتفي التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية ووجود إطلاق سراح الرهائن وفق البيت الأبيض ومن جهته قال ديوان الأميري في قطر في بيان أن بايدن أعرب عن تقديره للجهود والمساعد دبلوماسية والإنسانية التي تبدلها الدوحة فيما يتعلق بالوضع في غزة خصوصا وفوضات إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع علقت الوليات المتحدة تمويل وكالة تونروا بعد شبهات بتورط 12 من وظفي الوكالة في هجمات السابع من أكتوبر فيما قال البيت الأبيض أن الإدارة ستدرس أي تغييرات بناء على نتيجة التحقيق وعبرت الخارجية الأمريكية عن انزعاجها الشديد من مزاعم مشاركة موظفينا في الأونروا في الهجوم وبيّنت أنها لن تقدم أي تمويل إضافي للوكالة حتى يتم النظر في تلك المزاعم يأتي ذلك فيما أعلنت الأونروا أنها فتحت تحقيقا في تلك المزاعم مضيفة أنها قطعت علاقاتها مع أولئك الموظفين أزمة كبيرة تواجه منظمة الأونروا بعد ظهور مزاعم أشارت لمشاركة عدد من موظفيها في هجوم السابع من أكتوبر الولايات المتحدة عبرت عن قلقها البالغ إزاء تلك المزاعم قلق امتد ليشمل وقف التمويل الإضافي للأونروا بشكل مؤقت لحين مراجعة تلك الإدعاءات والخطوات التي ستتخذها الأمم المتحدة لمعالجتها بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر بينا أن الوزير أنتوني بلينكين تحدث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش بهدف تأكيد الحاجة إلى إجراء تحقيق سريع ومعمق بشأن هذه المسألة وأفاد ميلر بأن الولايات المتحدة اتصلت بإسرائيل بهدف الحصول على مزيد من المعلومات حول تلك الاتهامات بدوره قال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش إن الأخيرة طلع على هذه المزاعم وطلب إجراء تحقيق للتأكد من إنهاء عقد أي موظف في الأونروا يتبين ضلوعه أو مشاركته في التحريض على هجمات السابع من أكتوبر من جانبه قال المفوض العام للأونروا في ليب لازاريني بأن المنظمة قررت إنهاء عقود أولئك الموظفين على الفور وبدء تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة دون تأخير وذلك لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ولم يكشف لازاريني عن عدد الموظفين الذين قيل إنهم ضلعون في الهجمات ولا طبيعة ضلوعهم المزعوم معنا من فرجينيا كيلي مكفرلاند موظف سابق في الخارجية الأمريكية ومدير برنامج الأبحاث في كلية أدموند والش للعلاقات الخارجية والدولية في جامعة جورجتون أهلا بك معي سيد مكفرلاند نتحدث عن الأونروا الآن الولايات المتحدة تقرر وقف التمويل لهذه المنظمة لأن هناك وفق المزاعم 12 موظفا يعملون فيها يقال أنهم شاركوا في هذه الهجمات في السابع من أكتوبر الماضي على إسرائيل هل وفقا للبروتوكول المعروف يجب أن نتبين بداية ما أن كانت هذه المعلومات أو المزاعم صحيحة ونرى نتائج التحقيق أم أنه يجب وقف المساعدات فورا أو الدعم أعتقد أن ما رأيناه حتى الآن هو أن هذه مزاعم مشروعة والأمم المتحدة فصلت هؤلاء الموظفين وهناك تحقيقات بشأنهم ما كانوا سيفعلون هذا لو لأنهم متأكدين أن المزاعم صحيحة هذه النقطة الأولى الثانية من المنظور الأمريكي لا أعتقد أن هذا الشيء إدارة بايدن أرادت عمله لو كنت تذكر أعادوا التمويل الأمريكي إلى أنروا بعد أن قامت إدارة ترامب إيقاف هذا الدعم إدارة بايدن مع تمويل المنظمة ومساعدة الفلسطينيين أعتقد أن هذا إلى حد كبير هناك مسائل سياسية وضغوطات على إدارة بايدن لعمل ذلك أعتقد أن إدارة بايدن تريد أن تعيد بدء التمويل بأسرع ما يمكن عندما تبدأ التحقيقات أو تنتهي وأيضا من مصلحة المتحدة عمل هذا بأسرع ما يمكن لأنه يجب أن تنتهي المسألة حتى يعود التمويل ويكون هناك مشروعية فقدوها في السابق كيف سينعكس ذلك على الوضع المأساوي الآن في غزة بدأنا نرى أو وصلنا إلى مرحلة تقريبا المجاعة وفق ما أعلنت المنظمات الدولية سوف ننتظر ونرى هذا يعتمد على الفترة التي ستأخذها هذه العملية وأيضا على مستوى التمويل للمنظمة نحن لا نريد التلاعب في التمويل حللا حتى لا يتأثر الناس ربما التأخير سيكون سيئا بالنسبة للسكان في فلسطين هناك قضايا كما أشرت المجاعة وأيضا توصيل المواد الغذائية مهم جدا حاليا الموضوع الأكبر على المدى الطويل هو أن هذا سيجعل من الصعب جعل الإسرائيليين يوافقون على المساعدات الإنسانية وزيادتها لأن هذا يعمق الصعوبات والعلاقات الصعبة الموجودة في الأشهر الماضية بين الأمم المتحدة وإسرائيل بشأن الحرب في غزة ألا يمكن أن يكون هناك حل آخر في أن تدخل المساعدات من شمال قطاع غزة أي عبر معابر إسرائيلية وبإشراف الهيئة مع موظفين جدد حتى تسهل الأمور أكثر على المدنيين الذين لا علاقة لهم في هذه الحرب هذه منظمة توظف الألاف في غزة وبالتالي لا يمكن أن ننقف التمويل ونخلق منظمة جديدة هناك الألاف الذين يعملون فيها ويتعاملون مع قضايا عديدة صحيح سامحني سيد كلي كنت أقصد سيد كلي سامحني المقاطع ولكن قصدته أن يوظف أو يكون هناك بعثة تذهب من الأمم المتحدة أو من الأونروا بموظفين جدد غير المتعاقد معهم في داخل غزة ويتم عن طريقهم تسليم هذه المساعدات للجهات المتفق عليها داخل القطاع يمكن أن يكون شيئا مثل هذا يرسل ناس جدد للتعامل مع حزم المساعدات التي تأتي ولكن حاليا فكرة إيصال المزيد من الناس إلى موقف بائز هناك هذا سيكون صعبا والإسرائيليون عليهم أن يدخلوا هؤلاء وسيكون هذا صعبا حاليا لأنك رأيت ما حدث مع قرار محكمة العدل الدولية وما يجري مع أونروا والعلاقة بين الأمم المتحدة وإسرائيل ربما في أدنى مستوياتها وبالتالي سيكون من الصعب عمل ما قلته يجب استكمال التحقيقات بأسرع ما يمكن حتى نتحرك إلى الأمام عبر النظام الموجود والذي كان يعمل لسبعين سنة طيب مدير الوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سي اي اي وليام بيرنز في الأيام المقبلة سيذهب لباريس كما ذكرنا في الخبر سيلتقي مسؤولين من مصر إسرائيل قطر لمحاولة التواصل لاتفاق بشأن قطاع غزة ماذا نتوقع؟ أعتقد لو الرئيس بايدن يرسل بيل بيرنز لي التفاوض فهذا يعني أنهم قطعوا شوطا إلى الأمام وهذا يعني أننا نقترب من اتفاق محتمل بيل بيرنز ربما هو أعظم دبلوماسي في جيله فقد ساهم في المفاوضات الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني وأنا متفائل أن المدير بيرنز سيذهب للتفاوض والمفاوضات قطعت شوطا وهو موجود لاستكمال ووضع اللمسات النهائية على شيء ما هناك إمكانية طيب إن أردنا العودة لموضوع حتى المحكمة الدولية وقرار مهلة الشهر هل هذا يعطينا لربما لمحة على أن هذه الأزمة قد تنتهي خلال شهر لذلك أعطت مهلة الشهر لإسرائيل حتى تقدم دعني أقول تقارير حول ما يجري في خطاع غزة أود أن أعرف الإجابة على هذا السؤال أنا آمل أن يكون ذلك هذا أمل الولايات المتحدة والرئيس بايدن تكلم مع نتنياهو بالأمس وضغط عليه ثانية لإنهاء المسألة بأسرع ما يمكن ونتنياهو قال يمكن للحرب أن تستمر لأشهر ولكن ما نراه مع المحكمة والضغوط المتزايدة من إدارة بايدن نفهم أن هناك قوى تريد إنهاء المسألة بأسرع ما يمكن ثم المحادثات مع المدير بيرنز هذا يظهر علامات على وقف إطلاق نار محتمل ربما يستمر لأشهر من يدري ولكننا نقترب من نهاية محتملة للأعمال العدائية من برجينيا كنت معنا كيلي مكفر لاند موظف سابق في الخارجية الأمريكية ومدير برنامج الأبحاث في كلية أيدموند بولش ولي العلقات الخارجية والدولية في جامعة جونجتاون شكرا لك ولوقتك يستمر التوتر في البحر الأحمر وسط تهديدات الحوثيين باستهداف السفن التجارية ما دفع الولايات المتحدة وبريطانيا لشن ضربات على أهداف جماعة أنصار الله التي أدرجتها واشنطن على لائحة الإرهاب في ظل هذه التوترات أسقطت الولايات المتحدة صاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلقا من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه سفينة عسكرية أمريكية في خليج عدن حسب ما أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سانت كوم الضربات المتتالية من الولايات المتحدة وحلفائها ضد أهداف للحوثيين في اليمن لم توقف جماعة أنصار الله التي أعادتها واشنطن على قائمة الإرهاب من إطلاق الصواريخ الباليستية في مشهد الاستمرار التوتر في المنطقة الاستراتيجية بالنسبة للملاحة الدولية وسلاسل التوريد أسقط الجيش الأمريكي بنجاح صاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلق من مناطق سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران باتجاه المدمرة الأمريكية يو أس أس كارني في خليج عدن وفق ما أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سانت كوم فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار قبل هذا الحادث أفادت وكالتا أمن بحري نقلا عن ناقلة نفط ترفع على ما باناما بأن صاروخين انفجروا في المياه قبالة السواحر الجنوبية لليمن على بعد نحو ميل بحري من ناقلة النفط التابعة للهند في حادثة أكدتها وكالة تابعة للبحرية البريطانية وسط هذا التصعيد كشف مسؤول أمريكي للحرة أن سفينة تجارية ترفع على ما جزر مارشال تعرضت لهجوم حوثي بصاروخ باليستي مضاد للسفن في خليج عدن وأضف أن السفينة أبلغت عن وقوع أضرار ولا إصابات بين طاقمها وعلى إثر الدربات الغربية بدأ الحوثيون باستهداف السفن الأمريكية والبريطانية في المنطقة معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت أهدافا مشروعة على نحو مماثل للسفن المتاجهة إلى إسرائيل على حد قولهم في ظل هذه التوترات قالت مصادر إيرانية إن مسؤولين صينيين طلبوا من طهران المساعدة على كبح هجمات جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر وحذروا من تدهور العلاقات التجارية مع بيكين إذا تدررت مصالحها نتيجة هجمات الحوثيين حذر مشاريعون أمريكيون إدارة الرئيس جو بايدن من ضرورة الحصول على موافقة الكونغرس قبل شن مزيدا من الضربات ضد جماعة الحوثي في اليمن وفي رسالة إلى الرئيس بايدن أعرب 30 عضوا في مجلس النواب عن معارضاتهم الشديدة له وصفه الضربات الأمريكية أو وصفه الضربات الأمريكية بغير المصرح بها أو وصفه هذه الضربات بغير المصرح بها والتي أدت إلى أكبر مواجهة بحرية عرفتها بحرية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط منذ عقد من الزمن النواب حثوا إدارة بايدن على الحصول على تفويض من الكونغرس قبل اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط من فرجينيا معنا دوغ باندو كبير بحثين في مؤسسة كيتو سيد باندو أهلا بك معنا إذن لا الضربات الأمريكية البريطانية ولا إدراج الحوثي على قائمة الإرهاب مرة أخرى ردعت الحوثي واستمراره جعلته يستمر لربما كما نتابع في زعزعة الاستقرار في المنطقة لماذا برأيك لم تنجح كل هذه الخطوات الحوثيون فعالون وأمضوا عدة سنوات يقاتلون السعودية التي أطلقت العديد من الضربات الجوية ضدهم هم لا يحتفظون بأسلحة كبيرة أو كثيرة في مكان واحد وكانوا فعالين في استعمال أنظمة الرادار ولديهم منصات إطلاق صواريخ متحركة وكان من الصعب على الولايات المتحدة وبريطانيا استهداف هذه الأسلحة لقد اكتسبوا خبرة من سنوات الحرب ويبدو أنهم استطاعوا تحمل الضربات الجوية للحلفاء أي مؤشر يعطينا هذا التطور الذي نشهده في المنطقة على صعيد عسكري حاليا كل ما تفعله الإدارة هو الشيء ذاته نفس الشيء ويبدو أن الإدارة ضغطت على الصين كي تضغط على إيران التي تضغط على الحوثيين الحوثيون مستقلون على الرغم أنهم مدعومون من إيران حتى لو إيران أرادت المساعدة لنعرف هل تستطيع أن تؤثر عليهم أم لا هذا ما كان سؤالي الآتي فيما يتعلق بالصين ومحاولة بكين التدخل هل تملك الصين برأيك أي ورقة يمكن من خلالها الضغط لا نعرف إن كانت هذه الورقة ستنجح أم لا كما تفضلت ولكن هل بالفعل تملك في يدها ورقة الضغط إن كان على إيران أو حتى على الحوثي الصين بالتأكيد لديها نفوذ على إيران لأنها تشتري الكثير من النفط الإيراني ولكن لا يجب أن نتوقع من الصين أن تكون مستعدة لقطع وتأثير سلبا على علاقاتها مع إيران الصين أحرزت تقدما في المنطقة وساعدت السعودية وإيران على التطبيع نشك في أن الصين قادرة على الضغط على إيران كي تتخلى عن الحوثيين الصين تود أن ترى وقفا للأنشطة العسكرية وتود أن ينظر لها العالم على أنها تساعد ولكنها لن تضحي بعلاقاتها مع إيران طيب أختم بسؤال وموضوع الكونغرس الكونغرس الأمريكي يبدو أنه غير راضي عن هذه الخطوات التي تتخذها الإدارة الأمريكية تجاه الحوثي في اليمن ويطالب أو طالب الثلاثون عضوا في مجلس النواب ووصفوا ما يجري بأن الضربات الأمريكية غير مصرح بها وأدت إلى مواجهة قد تكون هي الأكبر التي عرفتها البحرية الأمريكية منذ عقود حثت الرئيس بايدن على أخذ لربما تفويض هذه الخطوة كيف ستؤثر وكيف ستعطي الحوثي بداية مزيد من الوقت والمهلة حتى يأخذ راحته أو يأخذ وقته في زعزعة الاستقرار أعتقد أن علينا أن نفصل تفضل الدستور يتطلب من الكونغرس إعلان الحرب وما نراه أن ما يجري ضد الحوثيين هي حرب المشكلة بالنسبة للإدارة هي أن الإدارة ليس لديها استراتيجية فعالة ولا يبدو أن لها بديل عن السياسة الحالية التي فشلت الأمل هو أنه من خلال التوجه إلى الكونغرس يكون هناك شرح وتفسير وهذا قد يرغم الإدارة على عمل تعديلات قد تكون فعالة شكرا لك من فرجينيا دوكباندو كبير بحثين في معهد كيتو شكرا لك ولوقتك نددت الولايات المتحدة بهجوم نفذ بطائرة مسيرة على حقل غاز في إقليم كردستان العراق الخميس وحثت السلطات العراقية على التحقيق ملقية باللائمة على فصائل مسلحة موالية لإيران قالت الوزارة في بيان النهاء أن الولايات المتحدة تقف مع الشركاء في العراق وزارة الخارجية وذلك بوجه هذه الأفعال التي وصفتها الوزارة بالشائنة ودعت السلطات العراقية للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عنه اذكر أن الهجوم تسبب في تعطيل الإنتاج مؤقتا طالب أعضاء بلدية مدينة شيكاغو الأمريكية رئيس بلدية المدينة بوقف سياسة إخلاء الملاجع المحددة بستين يوما وقالوا في رسالة موجهة إليه أن هذه السياسة تشكل خطرا على صحة وحياة المهاجرين ومن المفترض أن تبدأ أو عمليات الإخلاء أن تبدأ في مطلع فبراير وهو ما سيترك المهاجرين وكثير من الأطفال والنساء بلا مأوى وعرضة لأجواء شتاء شيكاغو القاسي هذه شيكاغو وهذا واحد من ملاجئ عديدة أقيمت على عجل لاستيعاب آلاف المهاجرين القادمين من دول أمريكا اللاتينية يرسلهم حاكم ولاية تكساس الجمهوري بالحافلات والطائرات إلى ما بات يعرف بمدن وولايات الملاذ وصل إلى شيكاغو وحدها أكثر من 35 ألف مهاجر منذ سنتين ويفيانا واحدة من المهاجرين قدمت مع عائلتها منذ وضعة أسابيع وصلت من كولومبيا مع عائلة مكونة من أربعة أفراد الأوضاع في الملجأ جيدة أما إدواردو فجاء من فنزولا مع أبنائه الثلاث علينا الكثير للوصول إلى أمريكا قطعنا أغلب المسافة من فنزولا وحتى الحدود سيرا على الأقدام وصلنا إلى شيكاغو منذ خمسة أيام الملجأ يوفر لنا كل ما نحتاجه وأريد أن أشكر القائمين عليه المشكلة الوحيدة هي في قلة تنوع الطعام وهما يسبب إشكالات صحية للبعض لا سيم الأطفال ومن بينهم أحد أبنائه سيل المهاجرين المستمر على إلينوي وولايات الملاذ الأخرى كنيويورك وكاليفورنيا يضيف أعباء متزايدة على ميزانيات محلية لم تصمم أصلا للتعامل مع هذه الحالة علما أن هذه الولايات تعاني في الأساس من أعداد كبيرة من المشردين الذين يتخذون من الخيام بيوتا في ظروف معيشية مزرية لا تزيدها الجريمة والإدمان والبرد إلا بؤسا ولعل هذه الحافلات التي وفرتها مدينة شيكاغو وحولتها إلى مراكز للتدفئة وحماية المهاجرين من برد شيكاغو القارص إشارة إلى مدى تفاقم الأزمة التي لا تجد حلا في المدى المنظوري على الأقل تبادل الاتهامات بين حاكم ولاية إلينوي ورئيس بلدية شيكاغو مؤشر وفق الكثيرين على فشل على المستويين المحلي والفدرالي في التعامل مع أزمة لا يبدو أنها في طريقها إلى الحل خصوصا مع اقتراب مواعيد إخلاء العديد من مراكز الإيواء بسبب الضغط الشديد ونفاذ الميزانية أمجد المالكي الحرة شيكاغو تفع النمو في الإقبال على الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة العام الماضي بنسبة أربعة أعشار في المئة فقط وهي تعدل أدنى خلال العشر سنوات الماضية توليد الكهرباء النظيفة في الولايات المتحدة يتوسع بأصغر هامش له منذ أكثر من عشر سنوات بسبب سرعة الرياح الأقل من المعتاد وانخفاض إنتاج الطاقة الكهرمائية بسبب الجفاف وأظهرت بيانات من مركز أبحاث إمبر توسع توليد الطاقة النظيفة بنسبة أربعة أعشار في المئة فقط في العام الماضي وهي أقل زيادة سنوية منذ عام 2012 وتأتي وطيرة النمو البطيئة على الرغم من الإضافات والتحسينات على قدرة إمدادات الطاقة المتجددة في جميع أنحاء البلاد فقد تسبب مزيج من اضطرابات سلاسل توريد إلى جانب الزيادات في تكاليف المواد والعمال إلى طباط إنحات في زخم منشآت مشاريع طاقة الرياح في العام الماضي كما أدت سرعات الرياح المنخفضة بشكل غير عادي خاصة خلال إبريل ومايو ويونيو ونوفمبر إلى انخفاض بنسبة ثلاثة في المئة تقريبا في إجمالي إنتاج كهرباء الرياح في العام الماضي حسب بيانات إمبر الجفاف المائي تسبب أيضا بانخفاض بنسبة تزيد عن سبعة في المئة في إنتاج مواقع الطاقة الكهرمائية خاصة في الولايات الغربية ومع ذلك ساعد ارتفاع إنتاج الطاقة الشمسية بنسبة عشرين في المئة تقريبا على تعويض الانخفاض إلى جانب الإنتاج النووي الثابت إلى حد ما وانكمش إنتاج الكهرباء التي تعمل بالفحم بنسبة عشرين في المئة العام الماضي وهو أدنى إجمالي منذ عام ألفين وزاد إنتاج الكهرباء التي تعمل بالغاز بنحو سبعة في المئة بينما تقلص إنتاج الكهرباء من الوقود الأحفري بنسبة اثنين في المئة العام الماضي وهو أدنى مستوى له منذ عام ألفين وعشرين إن المقرر أن تبدأ شركة دومينيون أنيرجي الأمريكية في وقت اللاحق من العام الجاري بناء مشروع عملاق لتوليد الطاقة من الرياح البحرية قبالة سواح الولايات فيرجينيا الشرقي الولايات المتحدة مشروع فيرجينيا واحد من عشرات المشاريع التي تضمنتها خطة بادن للمناخ والتي تشمل ضخ 30 ألف ميجا واط مولدة من طاقة الرياح في شبكة الكهرباء الأمريكية بحلول العام ألفين وثلاثين لكن هذه الأهداف الطموحة واجهت الكثير من العقبات صناعة ناشئة في الولايات المتحدة لتوليد الكهرباء من الرياح البحرية اتجاه يستهدف للاستفادة من مصدر ضخم للطاقة النظيفة وخفض بعثات الكربون وتوفير آلاف فرص العمل الخطوة حفيفة لكن جابهت عقبات الظروف الاقتصادية تغيرت وأصبحت أقل ملاءمة على المدى القصير وربما المتوسط مقارنة بما كانت عليه حينما تم توقيع عقود إنشاء هذه المشروعات ودفع بعض الشركات للتراجع لكن أعتقد أن إلحاح الحاجة لتطوير مصادر الطاقة المتجددة سيدفع إلى تهيئة ظروف اقتصادية تجعل الاستثمار مجالا في توليد الطاقة من الرياح البحرية أكثر ربحا صياغة عقود جديدة من شأنه أن يؤسس لانطلاقة أشد صلابة لصناعة طاقة الرياح بحسب خبراء ولا يزال الأمل يحدو كثيرين بأن تنير هذه المولدات نحو عشرة ملايين منزل في الولايات المتحدة بحلول عام 2030 كما تطمح الخطة لقد شهدنا تحولات هائلة في السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة ومن ضمنها تقديم حوافز تمهد الطريق لاقتصاد أقل كتافة في استخدام الوقود الاحفوري لكن هناك أيضا السياسات الإقليمية التي تتحكم في تطوير مزارع التوربينات فقد تعرقل معارضة المجتمعات المحلية إنشاء هذه المولدات ولذلك أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن يدرك الناس مدى أهمية مشروعات الطاقة المتجددة لمستقبلنا التحديات المالية وتراكم سلاسل التوريد ألقت بظلال ثقيلة على مشروعات توليد الطاقة من الرياح في الولايات المتحدة ومنها مشروع تديره هذه الشركة ودفعت البعض للتخوف من لجوء شركات الطاقة لزيادة أسعار الاستهلاك لكن إصرار الإدارة الأمريكية على تنفيذ أهداف استراتيجية خفض الامدعافات دفع البعض لإعادة التفاؤل بشأن مستقبل هذه الصناعة علي جمال الدين الحرة واشنطن نظم في ولاد فلوريدا الأمريكية مهرجان الأمريكيين الأصليين حيث عرض المشاركون مختلف الأدوات التقليدية والألبسة إضافة إلى الرقصات الخاصة بهم يسعى منظمه هذا المهرجان إلى أن يحافظ الجيل الجديد على إرث أجداده على مدى 25 عاما دأبت نانسي على حضور مهرجان الأمريكيين الأصليين عارضة بضاعتها التقليدية التي تصنعها بيديها لكنها تقول إن هذه السنة هي آخر سنة تحضر فيها بسبب التقاعد أحضر هذا المهرجان منذ 25 سنة وهذه آخر سنة لي لأنني سأتقاعد أتمنى أن يعتنق الجيل الجديد ثقافتنا وتراثنا هذه الرماح والأدوات التقليدية جزء هام من إرث السكان الأصليين في الولايات المتحدة كما أن للريش دلالة ورمزية خاصة لدينا يعتقد على نطاق واسع وسط السكان الأصليين أن الريش يدل على العلاقة مع الخالق إن الريشة بالنسبة لنا ترمز إلى الشرف الرفيع والقوة والحكمة والثقة والحرية وينظر إليها على أنها هدية من السماء لذلك يطغى الريش على ثقافتنا وألبستنا هذا المهرجان الذي شاهد إقبال الكثير من الأمريكيين يحتفل منظموه بالعيد الخمسين منذ إنشائه هذا مهرجان الأمريكيين الأصليين لدينا أدوات حرفية معروضة رقصات خاصة بنا إضافة إلى الأكل والتعرف على عاداتنا القديمة نأمل أن تحافظ الأجيال الجديدة على إرث أججادنا لذلك نحاول إشراكهم في هذه المهرجانات وإشراكهم في كل خطوة نقوم بها الأمريكيون الأصليون عانوا كثيرا لكن تحسنت أوضاعهم ولو أن هناك دائما تحديات تواجهنا ومثل كثير من الولايات الجنوبية تعيش في فلوريدا العديد من قبائل الأمريكيين الأصليين الذين يحتفلون بإرثهم عبر مهرجانات يطلق عليها اسم باواو وهي رقصة مشهورة لديهم ريدا بوشفرة الحرة فلوريدا على نتوكالتال فضاء الأمريكية والأوروبية رصد تلسكوب بهاب الفضائي ذرات ماء بالغلاف الجوي لأصغر كوكب معروف خارج المجموعة الشمسية من على بعد 97 مليون سنة ضوئية أي أكثر من 900 ألف مليار كيلومتر رصد تلسكوب هابل من مداره بالغلاف الجوي للأرض ذرات ماء بالغلاف الجوي لأصغر كوكب معروف خارج المجموعة الشمسية وكالتال فضاء الأمريكية ناسا والأوروبية التي تشرفان على الدراسة أوضحتا أن الكوكب جي جي 9827 دي الذي رصد عليه الماء يبلغ قطره نحو ضعف قطر الأرض في كوكبة الحوت وهو أشبه إما بنبتون صغير بغلاف جوي غني بالهايدروجين وملئ بالماء أو بنسخة أكثر دفءا من قمر المشتري الذي يحتوي تحت قشرته على ضعف كمية الماء الموجودة تحت قشرة الأرض وأفذ باحثون مشاركون في الدراسة من جامعة مونتريال أن الكوكب قد يكون مكونا بالمناصفة من الماء والصخور مرجحين وجود الكثير من بخاري الماء على الكتل الصخرية الصغيرة أما الباحثون من معهد ماكس بلانك لعلم الفلك في ألمانيا فاعتبروا أن رصد الماء على مثل هذا الكوكب الصغير هو اكتشاف تاريخي ويقرب أكثر من أي وقت مضى من العوالم التي تشبه الأرض ورغم اكتشاف الماء بالغلاف الجوي للكوكب البعيد إلا أن الباحثين أكدوا عدم صلاحيته للحياة لارتفاع درجات حرارته التي تفوق الأربعمائة وخمسة وعشرين درجة مئوية تعتبر هذه الدراسة بداية لإجراء المزيد من الدراسات على كوكب جي جي 9827 دي والكواكب المماثلة خصوصا بواسطة تيلسكوب جيمس ويب الفضائي الذي يستطيع استخدام صوره العالية الدقة بالأشعة تحت الحمراء للبحث عن جزيئات الغلاف الجوي الأخرى مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان في الختام نستعرض معا واحدا من أبرز معالم الولايات المتحدة معلم اليوم هو متحف مركز البحيرات الكبرى العلمي في ولاية أوهايو الأمريكية الذي يعمل على توطيق البيئة الطبيعية لمنطقة البحيرات الكبرى في الولايات المتحدة كما يقدم أيضا لعديد من المعارض العملية والعلمية والتعليمية لزوار مركز علوم البحيرات الكبرى فريد من نوعه في الولايات المتحدة يعد واحدا من أفضل عشرة متاحف في البلاد المركز عبارة عن متحف علمي ومركز تعليمي وسط مدينة كليفلاند بولاية أوهايو يعمل على توثيق البيئة الطبيعية لمنطقة البحيرات الكبرى في الولايات المتحدة ومنذ تأسيسه عام 1996 اجتذب المركز الزوارة من مختلف المناطق ليصل عددهم السنوي أكثر من 300 ألف زائر أدوات المركز وأقسامه تجعل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تنبض بالحياة ويقدمها على شكل تجارب حية ومسلية يستمتع بها الزوار ويعودون بفائدة كبيرة من تلك التجارب ويضم مركز البحيرات الكبرى مئات المعارض العلمية سنويا وكذلك المعارض المؤقتة عدا عن مسرح كليفلاند كلينك التاريخي ويقدم العديد من العروض العلمية اليومية والمعسكرات الموسمية كما يضم مركز زوار ناسا جلين والتي يبلغ عددها أحد عشر مركزا فقط في كل الوليات المتحدة إذا مشاهدين وصلنا لختام نشرة من العاصمة وذكركم بأن يمكنكم زيارة موقعنا على الانترنت الحرر دوتكم تصلوا إلى كافة إذن الأخبار ولا تنسوا زيارة مواقعنا أو صفحاتنا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي شكركم دائما على حسن المتابعة ساعة إخبارية جديدة على رأس الساعة